بسم الله توكلنا على الله شاءت الأخضار والمكاتب أن نقضي ليلة العيد في قرية بادون حيث نسبة للمسلمين تفوق 90% هنا وهذا بدعوة من طرف أصحاب المسيد وبلما نبدو نتعرف على أجواء العيد وما تنساش تعطينا اللايك والتعليق وتنشر الفيديو إذا عجبك وما تنساش الاشتراك لأني كما نقول الضفل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 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 أصبح الخير عليكم وأصبحنا وأصبح الملك لله يعني هذه الليلة الأخيرة تع رمضان والله الشي اللي سرى لي في هذه الأيام الأخيرة من رمضان لا يجب أن نكتبها في كتاب لا يجب أن نتحدث يعرف هذه القصة سبحان الله شتوا في ذلك الطريق جيناها على الظهر كنت نصور فلوغ الأمي ادخلناها على الظهر لقد وجدنا محتاجين عرضت عليكم الفكرة تفعلتوا تبرعتوا حسيتوا أخوانكم المسلمين هنا لأنه هنا في جزيرة بالي المسلمين أقليل 8% هندوس فالتبرعات بدأت تطور فيقرنا هنا وعطونا فيلا يعني مجانة باش نسكنوا فيها هنا وباش نقدموا المعونات ورح نباتوا هنا ونفوتوا العيد هنا سوف نضرب بكم جولة داخل الفيلة والله جنة فوق الأرض سيرافقنا في هذه الرحلة الأخ والأستاذ هشام من اليمن وساعدنا في الترجمة والسائق يودي وأيضا واحد من أصحاب هذه القرية نعنى 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 هذا الأمين صديقي نعنى سوف يساعد يضرب نباتي الورق لأمين يعني الجماعة تانية ما زان ما يوصلوا السلام عليكم يا أهل البيت ما شاء الله هذا على شكل عرب ديزاين عرب تصميم عربي ما شاء الله شاهدوا الفيلة التي سنسكن فيها ما خدد النفس سوريا ه�� ايضا بالérique هي المزارة هذا مزارة هذا ل realization يشيق يمكن klspray هل يمكن أن نأخذ فراولة؟ هناك مكان الحديقة تحت شروق الشيخيالي شروق الشمس حتى الغروب نرى اليوم إن شاء الله مع أصحابك إن شاء الله هل ترى الشروق والغروب منه؟ إن شاء الله وهذه الحديقة التي سوف نفوت فيها العيد سوف يأخذنا الفطور نفسه الثاني الثالث هو اليوم في رماضان كيف طرق؟ هي قد طيب النادر منه كنش هنا ويأتنى وبطهود أجارب عنه؟ أجارب أجارب أنه أمني مرأس اسمها واتيني واتينيغ والزيتوني هاة؟ بالبيت هم سيجموا ومطفوا اعشاء الله بإنك بإنك شاشراء الحكوة؟ يقولوا بإنك من جيد غيهنة غيهنة مدورة أمين شوف هيقلها في اللتي اوه يا أمين ربنا خوفي على المشروف اللي حمير يا حب ما قدشي صبر ما قدشي هذا دوم يجاو غايدة يطلق اوه شكرا على تبرعاتكم وعلى الأمل الذي زرحتموه من جديد في هذه المدينة مدينة بادونغ فبفضلكم استطعنا الذهاب إليها وإفراح بعض العائلات الفقيرة والمحتاجة منها شكرا شكرا حتى من الغابة من الغابة من الغابة هذا؟ شكرا شكرا جابتنا لتاي شكرا بروكولي ريس بجتابل شكرا 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 ونجد الفيوز ماشاء الله كل الحاجة الحاجة طلط طلط وخير عليكم هده هي صبحية العي تعلق صحيح صحيح كبر رمضان وجاء العيد لذا عيدكم مبارك وعادوا علينا وعليكم وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير والبركة تقبل الله مننا السيام والقيام موسيقى 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 هذا المسكنة يعني هذا المسكنة ويعلمهم هنا حرفة الميكانيك لكن أغلبية هم لا يدرسوش موسيقى يعني أغلبية اليتامة هنا كأن عشرة أغلبية هم لا يدرسوش بسبب لا يدرسوش القرآن لكن ماذا بهم أن يلقوا أموال لتدرسوش مدارس الحكومية بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم إخوان في الجزائر يعني هنا نحن الآن في مسكن الأيتام لتحفظ القرآن نحن نحتاج الأموال للدروس والطعام لإعتداد الدروس السلام عليكم شكرا مبارك الله اسمه مهاجرين مهاجرين لأجل النصر مهاجرين لأجل النصر مهاجرين لأجل الإسلامية الله سبحان الله لا أعلم لماذا أحسست أن هذا المنظر منظر من الجنة صفاء قلوب اليتامة فاكهة وطبيحة فاكهة اسموها قوافة ما شاء الله نعم يعني تشبه للطماطم يعني شوفوا الشكل تها متبدل لكن الأكل تها طماطم باقي أخذوا معي؟ نعم شكرا يا الله يعني ما شاء الله دخلنا هذا المسجد اللي هو مغلوق لكن ندخني حتى نكتشفه مع بعض والدخل والشيئ اللي بيت نقولها أنه بارك الله فيه الإنسان اللي يجابنا هنا وليأطانا داره وحلنا داره وعشانه وفترنا بارك الله فيه والله يجعله في ميزان حسناتك ياه وجزاك الله خيرا ما نش بغي نودع هذا المنظر والله ما نش بغي نودعه ومارمي غاية طول جوة دي اي 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 اه ما شاء الله شو تودع هذا المنظر كما هدو تودعه حمو اي الى اللقاء فيه لقاء اخر ايضا مبارك ايضا مبارك ايضا مبارك شكرا شكرا لك ممتع 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 ايضا ممتع نمتع اندونسيا والبالي ويوجد قرية مسلمة ممتع ايضا ممتع ممتع سلام عليكم شكرا 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 وفي المساء اتفهمناك على الاصدقاء أنه نروح للبحر ونصوره هناك أصدقائي كانوا من قبل أن نشراوا ملافس العيد باش يحسوا بهذه النسمة وهذاك الفايبز وهذاك الجوت على العيد وفوتنا العيد هذه أمسيتنا والحمد لله رغم الغربة رغم الصعوبات رغم النار نبعاد عن البلادنا سينا أنه نخلقه هذاك الجو الإيجابي والحمد لله اللي تلاقينا ويا فيا السلام وكمل الفلوغ نتلاقه في فيلوغ قادم وقريب إن شاء الله ما نبطاش عليكم إن شاء الله ما تنساش دي اللايك والتقوص والتقوص آيا السلام شكرا على أختك اللي أعطيت أهلي في مشاهدة هذا الفيديو ما تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي أو تنساش تدعمني على وسائل التواصل الاجتماعي سلام اشتركوا في القناة